اطلق الرئيس التركي اردوغان صافرة الدمار في الشمال السوري باعلانه بدء العملي الامنية شرقي الفرات زاعما انها من اجل القضاء على الارهاب ومنطقة امنة له فيها مآرب اخرى الطائرة الحربية والمدفعية الثقيلة التركية شنت قصفا عشوائيا على مواقع وتجمعات قوات سوريا الديمقراطية من بلدة رأس العين الحدودية الى تل ابيض بريف الرقة ما ادى لعملية نزوح جماعية كبيرة لسكان ولعمق خمسين كيلو مترا داخل الاراضي السورية اكدت الوحدات الكردية ان المقاتلات التركية نفذت ضربات جوية على مواقع في بلدة عين عيسى في حين حلقت خمس وعشرون طائرة فوق المنطقة الحدودية عملية عسكرية خطيرة اعترف نائب الرئيس التركي فؤاد اقطاي باتخاذ قرار تنفيذها بعدما فشل الاتراك في الحصول على اي نتيجة من مشاوراتهم مع واشنطن بشأن اقامة منطقة عازلة بعمق خمسة وثلاثين كيلو مترا في الشمال السوري تصعيد تركي استبقته الوحدات الكردية باعلان النفير العام ولأيام ثلاث متعهدة بتحويل الحدود الى برميل بارود وطالبت واشنطن وحلفائها باقامة منطقة حظر طيران لحمايتها من الضربات الجوية التركية بعدما اظهرت حسن النية تجاه اتفاق آلية الامن بين امريكا وتركيا وتركتها دون حماية بينما حملت الادارة الذاتية الكردية المجتمع الدولي مسؤولية كارثة انسانية ستخلفها الحرب دعت روسيا للقيام بدور الضامن في الحوار الذي دعت اليه مع دمشق من اجل حفظ الحدود والوقوف في وجه العدوان التركي عملية اعتبرها الرئيس الامريكي ترامب غزوا تركيا لعضو الناتو لسوريا واصفا اياها بالفكرة السيئة نافيا تأييد واشنطن لها وكان قد هدد بتدمير الاقتصاد التركي حال مهاجمة الوحدات الكردية باقدام تركيا على عمليتها العسكرية فقد يعد رسم خريطة الصراع السوري مرة اخرى الهاجس العالمي الذي يتردد صداه هنا وهناك هو عودة تنظيم داعش للظهور مجددا وهو السيناريو الارجح بعدما اعلنت الوحدات الكردية وقف عملياتها ضد مسلحيه ليتضح ان المستفيد الوحيد من هذه الحرب هو الارهاب رغم عنوين محاربة الارهاب